موسيقى مشاهدين في كل مكان هذه الساعة الأخيرة من الخبرية السورية في العاصمة دمشق وقدموها لكم ناصر عقيل وأن استهلوها من أهم وأبرز العنوين لهذه الليلة الرئيس الأسد يؤكد في عيد الجيش أن الإنجازات تتوالى بفضل بطولات الجيش وتلاحم الشعب الأبي بتوجيه من الرئيس الأسد العماد أيوب يقوم بجولة لإحدى القواعد الجوية في ريف السويدة وبعض الوحدات العاملة في ريف القونيتر وكاذا خستان تنفي أي معلومات عن تغيير في موعد اجتماع آسانا المقبل حول سوريا من أبرز العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر أكد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أن سوريا تواجه عدوا أرهابيا تكفريا لم يعرف له التاريخ مثيلا في الغدر والحقد والكرهية وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري وجهها عبر مجلة جيش الشعب قال الرئيس الأسد أن سوريا استطاعت بصمود وحققت الكثير من الإنجازات التي تتواصل اتباعا بفضل بطولات الجيش وتلاحم شعبنا الأبي وفيما يلي نص الرسالة يا رجال الشرف والبطولة أحييكم تحية الاعتزاز والتقدير في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري مدرسة الكرامة والبطولة ومصنع الرجال الميامين أشد على إياديكم وأنتم تواصلون اليوم مسيرة الرجال البواسل من أبناء هذا الجيش العريق الذين قدموا عبر سنين طويلة أروع أنموذج في التضحية والفداء صونا لسيادة الوطن وحريته واستقلاله يا أبناء جيشنا الباسل ما زلنا نواجه عدوا إرهابيا تكفريا لم يعرف له التاريخ مثيلا في الغدر والحقد والكراهية ومن ورائه أطراف عدة إقليمية ودولية تسعى منذ سنوات للسيطرة والهيمنة على المنطقة بأسرها عبر بوابات سوريا التي هي قلب المنطقة ومحورها الأساس ولكننا أيها الأبطال الميامين استطعنا الصمود وحققنا الكثير من الإنجازات التي تتواصل تباعا بفضل بطولاتكم وتضحياتكم وجراحكم وتلاحم شعبنا الأبي ووقوفه صفا واحدا إلى جانب جيشه الباسل في خندق الدفاع عن الوطن وبفضل دماء شهدائنا الطاهرة التي عمدت تراب سوريا وطهرته من رجس المعتدين يا حماة الوطن وصناع الانتصار إنكم اليوم تسطرون ملحمة من ملاحم المجد وتكتبون بصلابتكم وعزمكم وإصراركم ملامح النصر القريب وترسخون الأمن والاستقرار في ربوع وطننا الحبيب ليعود كما عرفناه آمنا مطمئنا ومعافا فكونوا على العهد دائما حماة الأرض والعرض وحراس الشمس التي لن تغيب عن وطن الحضارة والأبجدية واثقوا بأن النصر حليفكم لأنكم أبناء هذه الأرض المعطاء التي اعتادت أن تنجب الشرفاء أمثالكم تحية لكم أيها الأبات في عيدكم وتحية لأسركم الكريمة التي صبرت كما صبرتم فكانت المثل في الوطنية والانتماء تحية لجرحان البواسل الذين علموا العالم كيف يكون البذل والعطاء في سبيل الأوطان والرحمة لأرواح شهدين الأبرار الخلود لذكرهم أكد العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة على أهمية اليقظة والاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري قام العماد علي عبد الله أيوب رئيس الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد فيها إحدى القواعد الجوية في ريف السويداء وبعض الوحدات العاملة في ريف القنيطرة التقى فيها القادة والمقاتلين وهنأهم بهذه المناسبة ونقل لهم محبة الرئيس بشار الأسد واحتزازه ببطولاتهم وتضحياتهم التي يبذلونها في سبيل إعلاء راية الوطن وصون عزته وكرامته واستمع العماد من قائد القاعدة الجوية إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام التي تنفذها واطمأن إلى مستوى جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ المهام الموكلة إليها كما التقى العماد عددا من الضباط الطيارين والفنيين العاملين في القاعدة التي يبذلونها في محاربة التنظيمات الإرهابية وفي ريف القنيط رطلع العماد من القادة الميدانين على طبيعة الأعمال القتالية التي خاضتها القوات العاملة على هذا الاتجاه والتقى المقاتلين في مواقعهم وأثنى على النجاحات التي تحققت بإحباط محاولات احتداء المجموعات الإرهابية على المدنيين الآمنين مشيرا إلى أن الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة هي نتيجة طبيعية للصمود والإصرار الذي يبديه رجال قواتنا المسلحة الباسلة في ساحات الشرف والكرامة بدورهم أكد القادة والمقاتلون أنهم سيبقون العين الساهرة على أمن الوطن وسيواصلون مسيرة البذل والعطاء حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية واحتفاء بهذه المناسبة أحيط قواتنا المسلحة الباسلة بمختلف صنوفها الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري وألقى قادة الوحدات والتشكيلات بهذه المناسبة كلمات نوه فيها بدور الجيش العربي السوري والمعارك التي خاضها منذ تأسيسه دفاعا عن عزة الوطن وكرامة الأمة وسطر رجاله بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء وأشاد القادة بالانتصارة التي يحققها رجال الجيش العربي السوري في محاربة العصابات الإرهابية المسلحة ومطاردة فلولها وبهذه المناسبة أقامت رابطة المحاربين القدام احتفالا في مقر الرابطة عضره أعضاء المجلس المركزي للرابطة وعدب من الضباط المتقاعدين وفعاليات دينية واجتماعية وحج عشائري من المدعوين وألقي فيه كلمات أشاد بالتاريخ النضالي العريق للجيش العربي السوري ودوره المشرف في محاربة الإرهاب كما أقيم بهذه المناسبة عروض عسكرية وتدريبات رياضية وقدم المسرح العسكري عروضا فنية ومسرحية في عدد من التشكيلات والوحدات وقام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضع أكاليل من الزهر باسم الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء على مدى عقود أثبت الجيش العربي السوري قدرات متميزة في محاربة الأعداء وضعته في مصاف الجيوش المتقدمة إقليميا لتعيد هذه الحرب على صعوبتها صقل مهاراته وتأكيد قدراته الاستثنائية أهلا بكم الرابع عربيا والرابع والاربعون عالميا هو الترتيب الذي حجزه الجيش العربي السوري في أحدث التصنيفات العالمية التي اعتمدت على أكثر من خمسين معيارا كتنوع الأسلحة والمرونة اللوجستية للقوات وغيرها الكثير منذ تأسيسه في الأول من شهر آب عام الف وتسعمائة وخمسة وأربعين خاض الجيش العربي السوري أشرس المعارك دفاعا عن الكرامة والاستقلال وسيادة القرار حرب تشرين التحريري عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين كانت فاصلة تحول في التاريخ العربي فقد حطم الجيش العربي السوري فيها أسطورة جيش لا يقهر لطالما روج له العدو الصيوني كما كان له دور في حرب لبنان عندما قرر الكيان الصيوني شن عملية عسكرية ضد الفلسطينيين فساهم في الحفاظ على أهم المواقع الاستراتيجية في لبنان يتكون الجيش العربي السوري من ثلاث قوى رئيسية هي القوات البرية التي تعتبر من أطخم وأقوى القوى البرية في الوطن العربية حيث تضم عدد من الدبابات الحديثة والمدرعات والمدفعية التي خاضت غمار الكثير من المعارك ويدخل في تكوينه أيضا قوات جوية تحتل مرتبة متقدمة إقليميا بفضل طائراتها المقاتلة ودفاعاتها بالإضافة إلى قوات بحرية مهمتها الأساسية الدفاع عن سواحل البلاد وضمان أمن المياه الأقليمية السورية مسيرة النضال ضد أعداء سوريا لم تنتهي فاليوم منذ أكثر من ست سنوات يخوض الجيش العربي السوري معارك عنيفة ضد إرهاب لا يخرج عن كونه أداة لمستعمر قديمة حاولوا تدمير سوريا واستنزاف مقدراتها بالمقابل ثبات على المبادئ وصمود رغم كل الظروف والحصار أظهره الجيش في هذه المعركة ومع كل نصر وإنجاز لمعت على خوذ رجاله المباركة الهوية عربية سورية وبمناسبة عيد الجيش عدد من القادة العسكريين في دير الزور يزورون جرح القوات المسلحة في مشفى الشهيد طبيب أحمد هويدي ويتفقدون أحدى النقاط العسكرية بمناسبة عيد الجيش العربي السوري الذي يقدم الغالي والنفيس من أجل أن يبقى الوطن شامخا حيث زار عدد من القادة العسكريين جرح الجيش في مشفى الشهيد الطبيب أحمد هويدي للإطمئنان على حالتهم الصحية وقدموا الشكر لهم لما قدموه من دماء على ساحة معارك الشرف بدير الزور نعيد الجيش السوري بعيدنا نحنا طبعا ونعيد الأمي العربية كلها والسورية إن شاء الله ونرجع كمان بس صحينا إن شاء الله نرجع مواقعنا ونضحر الإرهاب بإذن الله بنشكر كادر الطبي كمان باهتمامه فينا يعني خصوصا نحن بحصار بس اهتموا فينا بشكل يعني بنكادر طبي من قيادة من كل شي وكل عامته بخير وإن شاء الله يا رب رجعانين بإذن الله أنا بحيي الجيش العربي السوري بيعيد الجيش والحمد لله رب العين وضعنا تمام ودحر الإرهاب بإذن الله ورجعانين بإذن الله لنقاتل الدواعش ونظهروا من أرض سورية كما زار أحد النقاط العسكرية وألقى كلمة عبر فيها عن تضحيات الجيش العربي السوري وما قدموه خلال هذه الفترة من انتصارات على ساحات أراضي الجمهورية العربية السورية ومن خلال الزيارة طرعوا على كيفية الرصد والمتابعة لتحركات المجموعات الإرهابية المسلحة في خطوط التماس مع إرهابي داعش الجيش العربي السوري في دير الزور هو من المواقع الصامدة والقوية منذ ست سنوات وأبدأ من الصمود والبسالة بهمة أبطال الجيش العربي السوري بمناسبة عيد الجيش من عاهد الوطن وقائد الوطن وشعب الوطن الشريف من عاهد وأنه نضل على أهبة الاستعداد دائما للزود عن أراضي دير الزور وأراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل قاتل بالجيش العربي السوري وهنا أول شيء كل عام وانتوا بخير لشعب سوريا وقائد الوطن دكتور بشر الأسد بعيد الجيش أنا صلي هون دير الزور خمس سنين عمقات الرهابين داعش وإن شاء الله بنبشر الشعب السوري وقائد الوطن بتنظيف أقل سلح بجمهورية العربية السورية وصامدين ومرة تايب بنقول كل عام وانتوا بخير للشعب السوري وقائد الوطن مناسبة عيد الجيش سنهن رفقاتنا أبطالنا لأبطال الجيش العربي السوري وقائد الجيش العربي السوري وسنظل متابع المشوار لحتى آخر شبر من أرض سوريا ودير الزور سنظل منصورين وكل عام وانتوا بألف خير وفي ختام الزيارة أكد أبطال الجيش العربي السوري بأنهم على الأهد باقون حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن الإخبارية السورية حنان خلف الله دير الزور ونبقى في دير الزور حيث أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوما لأرهابي تنظيم داعش على نقاط عسكرية في محيط الفوج 137 وقضت على العديد منهم في محيط مدينة دير الزور وخضت وحدات من الجيش اشتباكات متقطعة مع مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي على المحورين الجنوبي والجنوبي الغربي للمدينة أسفر عن القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم كما تصدت وحدات من الجيش لهجوم شنته مجموعات أرهابية من تنظيم داعش على نقاط عسكرية في محيط الفوج 137 وقرية البغالية ما أدى إلى مقتل وإصابة معظم أفراد المجموعات المهاجمة ونتابع مشاهدة من تدمير سلاح الجو الروسي لصهريج وقود لتنظيم داعش الإرهابي في قصة الغازي بريف حما الشرقية ترجمة نانسي قنقر أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أنور جيناكوف أنه ليس لدى الوزارة معلومات عن أي تغيير في موعد الجولة السادسة من اجتماع آستانا حول سوريا المقرر في الأسبوع الأخير من الشهر الجري هذا ونقلت وكالة الأنباء الكازاخستانية عن جيناكوف قوله أنه ليس لدى بلاده معلومات عن أي تغيير في توقيت المحادثات السورية مضيحا أنه في حال كان هناك أي تغييرات وتم إبلاغ كازاخستان بتاريخ المحادثات القادمة التي يوافق عليها جميع المشاركين في العملية فإنها سوف تبلغ عن ذلك في الوقت المناسب هذا وكانت بعض وسائل الأعلام أعلنت أن اجتماع آستانا السادس حول سوريا المقرر عقده في نهاية شهر آب قد يعقد قبل الرابع عشر والخامس عشر من آب الجري طيران والتحالف الأمريكي المزعوم يقتل ستين مدنيا في عدوان جديد على مناطق الكشمة والشويط والدوير والعشارة بريف دير الزور الشرقي إلى ذلك استقبل المشفى الوطني بلقامشلي عددا من الأسر التي أصيبت بقصف التحالف الأمريكي المزعوم كاميرا الإخبارية السورية رصدت معاناة الأهالي لنتابع محاربة الإرهاب عنوان يدعيه التحالف الأمريكي المزعوم في سوريا فطائرات هذا التحالف تقصف وتقتل العديد من الأبرياء في الرقة تحت ذريعة محاربتها تنظيم داعش الإرهابية المشفى الوطني بلقامشلي استقبل العديد من الأسر من ضحايا قصف التحالف الدولي المزعوم نحن نحيي جيش العربي السوري بأي لحظة يجينا نتمنى اليوم قبل بك بالنسبة للتحالف تقصف المباني الحكومية يعني البنى التحتية كوية تقصف ما خلّى شيء ما قصف إنا ببيتنا وضرب الصاروخ مدخل البناية هبط حيط الصالون علينا تصوّبت منتي براسة بشي ظين الرعب نخاف بالليل وبالنهار صارنا من أول رمضان ما نام الليل لا بالليل ولا بالنهار من ضرب الطيران ما نعرف الضربة وين تجي الجيش العربي السوري الله محيي قيمة ما جه دولة ضرب المشغل مشوى معدان الأضخم مشوى بسوريا دمروا تدمير كامل وإحنا نريد الجيش يجينا بالليل ولا بالنهار الله يجيب النياب خير وسلامة ضربات التحالف لا تترك شيئا على الأرض ولا تميز بين كبيرا وصغيرا فهي تضرب البنى التحتية وتدمرها وتقتل العشرات من الأبرياء وتزعم أنها تحارب الإرهاب الذي تدعمه بيدها الأخرى مجلس الوزراء يحيي ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري ويناقش مشروع قانون قانون تعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة حيى مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الجيش العربي السوري الباسل في ذكرى تأسيسه الثانية والسبعين وقال رئيس مجلس الوزراء كل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه الذكرى العظيمة التي تشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا وكلنا يعلم أنه منذ تأسيس الجيش شهد تطورا نوعيا بعد قيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد وحدد المجلس المرتكزات الأساسية لتطوير عمل المحافظين والمجالس المحلية في المرحلة المقبلة لتكون أكثر فاعلية طبعا جدول الأعمال كان يتضمن عرض مشروع الإصلاح الإداري من قبل السيد وزير التنمي وأيضا كان هناك تأكيد على متابعة إحداث مكاتب الشهداء زوي الشهداء ومكاتب جرحى الوطن ومتابعة عمل هذه المكاتب وتطويرها لجهد المتابعة الحسيسي لتقديم كل الخدمات اللازمة لزوي الشهداء وجرحى الوطن كذلك ناقش المجلس المرسوم التشريعي التنظيمي 243 الخاص بتعديل المادة 17 من نظام الامتحانات للشهادة الثانوية العامة أصبح الآن من خلال هذا المرسوم رقم 243 أنه يمكن للطالب أولي أمره في الدورة الامتحانية الثانية الدورة التكميلية أن يتقدم بطلبه إلى دائرة الامتحانات طبعا ويطلب إعادة تشحيح مادة واحدة حصرا وفي سياق آخر وبهدف تحسين واقع العاملين في الدولة ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأساسية للعملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدورها تعديلات هي ليست الإطار المأمول الذي كنا نعمل للوصول إليه ولكن مبدئيا ستكون لها منعكسات معنوية ومادية معقولة وممكنة حاليا وستحقق استجابة لمطالب عمالية ووافق مجلس الوزراء على اعتماد النظام الأساسي لمجلس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم التي تهدف إلى تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى ضمن اهتمام الحكومة الدائم بزيادة وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة كان اليوم في مجلس الوزراء طرح ما يتعلق بتعديل النظام الأساسي الخاص بمجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم الأخرى الحقيقة كان الغاية الأساسية من هذا النظام بشكل رئيسي هو تعزيز أهداف التواصل من خلال الاستفادة من طاقات وإمكانات القطاع الخاص ومرونة القطاع الخاص وعلاقاته بالدول الأخرى والتعاون مع القطاع الخاص في الدول الأخرى للوصول إلى تعزيز التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز حتى العلاقات الخاصة بالسياحة نقش المجلس أيضا مشروع قانونين بتعديل الفقراء ألف من المادة الثلاثة وستين من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ستة لعام 2013 وتعديلاته ووفق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره كما وفق المجلس على كتاب وزارة صناعة المتضمن بيع مادة السكر المكرر لدى المؤسسة العامة للسكر إلى المؤسسة العامة السورية للتجارة بالأسعار العالمية الرائجة اللواء خلف خلف قائد المنطقة الوسطى وبمشاركة فعاليات رسمية وشعبية يزورون النصب التذكري للجندي المجهول بمقبرة الشهداء في المدينة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري قام اللواء خلف خلف قائد المنطقة الوسطى بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية بزيارة النصب التذكري للجندي المجهول في مقبرة الشهداء وضعوا إكليلا من الزهور على النصب وقرأوا الفاتحة على أروح الشهداء نحن اليوم نضع أكليلا ورد على ضريح الجندي المجهول باسم القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار أسد وإن شاء الله في العيد المقبل تكون سوريا قد تحررت على كامل مساحة المئة وخمسة وثمانية ألف كيلومتر من فلول العصابات الوهابية السلفية التكفيرية هذا الجيش الذي سطى أروع الملاحم وخاصة على يد المؤسس القائد الخالد حافظ أسد وكان من نتائج حرب الحركة التحريرية حرب تشريين تحريري التي أسقطت مقولة الجيش الذي لا يقهر هو العضو الصهيوني ومن ذلك بدأ الجيش يقوم بدعم الجيش القائد المؤسس القائد الخالد حافظ أسد وتم تعزيز هذا الجيش بقيادة السيد الرئيس بشار أسد هذا الجيش العربي الذي قام ودافع عن كافة الأقطار العربية من لبنان لدول خليج لكافة الدول والتي كانت البصر الأساسي للجيش هي فلسطين كما تم افتتاح معرض لتصوير الفوتوغرافي أقامه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا توثيقا للوقفات المشرفة لأبطال الجيش العربي السوري عبر تاريخها وتكريما منه لدماء شهداء الأبرار بفضلكم يا رجال الجيش العربي السوري نحن صمدنا في جامعاتنا ومعاهدنا ونقول لكل أعداء الوطن سوريا منتصرة بفضل هذا الجيش الصامد وهذا الشعب الصامد وهولاء الطلاب الصامدين في مقاعد العلم والمعرفة خلف قائد عظيم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وكل عام وأنتم وطلبتنا بألف خير وجيشنا العربي السوري بألف خير الرحمة لشهداء الوطن والشفاء للجرحة وكل عام والوطن وقائد وطن بألف خير المشاركون من مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية قاموا بزيارة المشفى العسكري للاطمئنان على حالة الجرحة الذين أبدوا استعدادهم لبذل المزيد من الدماء كرمى لسوريا حقيقة نحن عاجزون عن الكلام لبواسل قواتنا المسلحة لما قدموه خلال هذه الفترة من قافلة من الشهداء والجرحة الذين عبروا عن مدى التزامهم بوطنيتهم وبانتمائهم العقائدي لهذا الجيش وحبهم وانتمائهم لهذا الوطن الذي منذ اللحظة الأولى أرادوا أن يقولوا بكلمة واحدة نحن موجودون هنا ضد الإرهاب ولا نسمح بتقسيم سوريا ونحن سنقف صفا واحدا في محاربة الإرهاب ودائمي كل عام تبخي للجيش العربي السوري وبعدهم بالصحة وتمنى يكونوا عجبهات متقدمين منتصرين بإذن الله الله يرحم الشهداء ويشف الجرحة الله يخللنا سيادة الرئيس ويجعلون تاج في آخر أسنع كما قام المشاركون بزيارة إحدى التشكيلات العسكرية وتكريم عددا من الضباط وبعض حواجز الجيش العربي السوري المنتشرة في المحافظة وأيضا وبمناسبة عيد الجيش العربي السوري أقام فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي احتفالا حاشدا في صالة البعث تقديرا لهم ولتضحياتهم في سبيل الذود ودفاع عن تراب الوطن المقدس وبمناسبة عيد الجيش العربي السوري أقام فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي احتفالا حاشدا في صالة البعث بدرعة بحضور محافظ درعة وأمين فرع درعة لحزب البعث وعدد من ضباط وصف ضباط رجال الجيش العربي السوري وفعالية أهلية اليوم نحتفل بانتصارات على ساحة الوطن التي حققها الجيش بفرض معادلة عالمية بمنطقة خفض التوتر بدرعة وانتصار هذا الجيش البطل الذي انعكسه على الأداء بين الشعب في محافظة درعة نحن نقول اليوم وكان فعاليتنا التركيز على نقطتين أساسيات وتوجيه السيد الرئيس محاربة الإرهاب منطرف والانتصارات التي حصلت ومن ثم المصالحات التي نسعى لتحقيقها طبعا هناك رؤى جديدة هناك خطوات جديدة هناك قوة محلية داعمة للقوات المسلحة وأمنت لهذه القوات المسلحة مقاومات الصمود كان عيد بامتياز نحن نعتز بهذا العيد ولنشرف أن نكون أحد ضباط القوات المسلحة في مرحب أنا بارك وبعايد كل العسكر موجود في جبهة الكتاب والرحمة للشهداء الجيش العرب السوري نتمنى الشفاء العاجل للجرحة ومن عهد كونو نحن على العهد باقون وبدنا نلتزم بالشعار طبعا الجيش العرب السوري الشهادة أو النصر تضمن الحفل عرضا لفيلم وثائقي للانتصارات المتلاحقة التي سطرها أبطال الجيش في الآوينة الأخيرة في المحافظة وعبر الحضور عن فخرهم واعتزازهم برجال الجيش وشهدائه الأبرار مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم ننحني بخشوع وإجلال أمام أرواح شهدائي جيب بطل الذين قدموا أنفسهم على مذبح الوطن لتبقى سوريا عزيزة صامدة شامخة عصية ونطلب من الله ونتضرع إليه شفاء جرحانة وأن تبقى سوريا دائما منتصرة ولسوف ننتصر دائما بإذن الله طبعا باسم منظمة التحاشب للثورة نتوجه بطاقة معايدة لقوات المسلحة الباسلة ولقائده العام السيد الرئيس بشار الأسد معاهدين إياه وأن نبقى خلفه حتى تحقيق النصر المؤذر ستبقى تضحيات ودماء شهداء الجيش العربي السوري بصمة الشرف والعزة والتي سجلها التاريخ وسيرثها الأبناء والأحفاد عنهما وستبقى سوريا شامخة صامدة معتزة بأبنائها البواسل صانع النصر أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة تشرين المعسكرات الانتاجية لصيف 2017 نور العلي والتفاصيل ضمن فعالية من مبادرة أنتو الأصل قام محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بإزاحة الستارة عن لوحة تضم قوكبة من أسماء الشهداء الأبرار في بلدة دوارب عبدة وجوارها السالم قال إن الجيش العربي السوري يسجل أروع ملاحم البطولة ويحقق الانتصارات على كامل الجغرافية السورية وأضاف المحافظ أن نلتقينا ذوي الشهداء الذين قدموا أغلى ما لديهم فداء للوطن مشيرا إلى أن اللقاءات بذوي الشهداء مستمرة بهدف تقديم كل ما يمكن تقديمه وفاء وعرفان لمن قدموا أغلى ما لديهم لتبقى راية الوطن مرفوعة في هذا اليوم المبارك هذا اليوم المقدس العيد الجيش العربي السوري العيد الثاني والسبعين لجيشنا العظيم الذي يسطر الانتصارات على كامل الجغرافية السورية اليوم نحن أزحنا لوحة تذكارية عن شهداء منطقة دويرب عبدي دويرب عبدي والقرى المحيطة بها والتقينا بأهالي الشهداء من هذه القلعة نقول لدماء طاهرة للشهداء الأبرار وجرحان الذين قدموا الغالي والنفيس نقول لهم مبارك هذا العطاء مبارك لسوريا هذا النصر وإلى موعد قريب مع نصر كبير أظهرت سمارا ويانعا من هذه الدماء نحو النصر الكبير القادم لمحال إن شاء الله كل عام والوطن وجيشنا أسطوري الباسل الجيش العربي السوري وقائدنا الرمز الدكتور بشار أسد بألف ألف خير مشروعنا اليوم نحن حاولنا الأبطال اللي خرجتهم مدرسة دويرب عبدي هننصاروا النجوم على سور أو على العلم اللي رسمناه على سور مدرسة دويرب عبدي هاي المدرسة اللي كانت وفية لكل سوريا وخرجت هذول الأبطال نحن المفروض كمان نكون أوفياء لهاي المدرسة والوطن بيستاهل الوطن غالي الوطن غالي كتير كتير الوطن بيستاهل كل شيء ولادنا في ده الوطن اليوم عيد الجيش مبروك للشهداء مبروك للجيش العرب السوري مبروك للوطن ولقائد الوطن الله يرحمي للشهداء جميعا الله يحمي سوريا وسوريا انتصد بكل تأكيد بفضل جهود الجيش العرب السوري وبفضل قيادتنا الحكيمي الله يحميها وينصر جيشنا كل عام وجيشنا وقائل جيشنا بألف فور كل عام انتم بخير والشهداء الله يرحمون والجيش العرب السوري الله يعلي وينصروا يا رحمي كل عام وأنتم بخير ورحم الله الشهداء نحن سياجا لهذا الوطن أنا عمري ستين سنين جاهز للعمل الفدائي داخل الجمهورية العربية السورية القائمون على المبادرة عيدوا رجال الجيش العربي السوري في عيد أشرف وأنبل الناس مؤكدين أن الوطن يسيج ببطولات أبنائه ودماء شهدائه الأطهر جدد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون التأكيد على استمرار الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية في مواجهة الأرهاب وعدم التراجع عن ذلك وقال عون خلال احتفال بعيد الجيش اللبناني اليوم إن هذا الجيش نجح في تفكيك الكثير من الشبكات والخلايا الأرهابية وتحقيق ضرابات استباقية للإرهابيين واعتقال العشرات منهم مضيفا أن اللبنانيين يتطلعون الآن إلى قواتنا المسلحة المتأهبة لتحقيق نصر جديد وتحرير ما تبقى من أراضي استباحها الإرهاب لسنوات وأضافعون أن الجيش واجه الإرهابيين في محطات متتالية ونجح في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد وتثبيت السلام على الحدود الجنوبية بفضل التفاف الشعب حولها اقتحم مئات المستوطنين صباح ثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم تقرير للزميل خليل إبراهيم بدعوة من منظمات الهيكل المزعوم اقتحم مئات المستوطنين المجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل أي تحضرت الأوقاف والفعاليات المقدسية من تزايد أعداد المقتحمين مع دعوات منظمات الهيكل المزعوم المستوطنين للمشاركة الواسعة في الاقتحامات فيما دعا الحراك الشبابي المقدسي الفلسطينيين إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين الصهينة من جانبها أغلقت شرطة الاحتلال عدة شوارع في القدس المحتلة تسهيلا على المستوطنين للوصول إلى البلدة القديمة باتجاه باحة البوراق في الوقت الذي عززت فيه قوات الاحتلال انتشارها في المدينة لا سيما في وسطها وفي البلدة القديمة واشددت من إجراءاتها بحق المواطنين المقدسيين في المدينة المقدسة فلسطينيا تصدى ابناء البلدة القديمة في القدس المحتلة للمستوطنين خلال مسيرات استفزازية بمناسبة ما يسمى خراب الهيكل ما تشهده مدينة القدس والمجد الأقصى المبارك من اقتحامات متتالية من قبل المستوطنين يشكل تصعيدا خطيرا بحق الأقصى حيث تسع حكومة الاحتلال وبصورة علنية لفرض التقسيم الزمني والمكاني في المجد وفرض سياسة الأمر الواقع على المقدسيين حررت قوات الحشد الشعبي سبع عشرة قرية جنوب شرق مدينة تلعفر الواقع غرب الموصل في محافظة نينوة وقال موقع إعلام الحشد الشعبي أن قوات الحشد طهرت سبع عشرة قرية بدءا من شمال منطقة عدايا بحثا عن أوكار أو مخازن عتاد تركها العدو وأضاف الموقع أن عمليات المسح والتطهير ما زالت مستمرة هذا ويذكر أن قوات الحشد الشعبي بدأت فجر اليوم بعمليات واسعة لتطهير المناطق الواقعة بين ناحية تلعبطة وطريق بغداد الموصلة كبدى الجيش اليمني والليجان الشعبية مرتزقة العدوان السعودي خسائر كبيرة في الساحل الغربي من اليمن مراسل الإخبارية عبدالله اليوسفي والتفاصيل أربعون جنديا من تحالف العدوان هي حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش اليمني بعد استهدافه بارجة عسكرية في ساحل المخى وأربعون جثة أخرى وصلت لعدن قادمة من موزع بتعز بعد معارك مع الجيش اليمني وقوات اللجان الشعبية وقد أكد مصدر بوزارة الدفاع أن تهديد القوة الصاروخية جاد ومسؤول وتوعد بعملية عسكرية شان مرتزقة لن يتقدموا بإذن الله شبرا واحد كلما تقدموا شبرا دحرناهم كيلوهات فلذلك لن يغرهم المال السعودي أبدا لأنه بالريال معروف أنه بالريال دائما فالهزيمة متلاحقهم في كل وقت وحين إن شاء الله رب العالمين في السياق ذاته أعلن الجيش عن استعادة قرية الهامل ومواقع أخرى في أطراف معسكر خالد بمنطقة موزع غرب تعز خلال معارك كر مع قوات المرتزقة التي خسرت عشرات من جنودها وألياتها في وقت قال رئيس المجلس السياسي إن الأرض اليمنية ليست للمساومة وأن مشروع التفتيت لن يتحقق نحن نقول للمرتزقة أن نحن سوف ندق مواقعهم ونستطى لأي زحف مهما حاولوا عبر الزماء ولم نبال من أهدافهم وطوائرهم ومهما بلغة التحدي وفي حادثة ليست الأولى نفذت طائرات العدوان غارة جوية استادف تجمع لمرتزقتها في منطقة البقع بصعدة أسفرت عن مقتل ثمانية جنود وجاءت الغارة عقب عملية للجيش على جبل الشبكة قبالة منفذ الخضراء بنجران الضربات القاسية التي تتلقاها قوات المرتزقة على الأرض كفيلة بإجبار تحالف العدوان على الرضوخ للحلول السياسية وقد بدأ النظام السعودي بالفعل في التواصل مع المبعوث الدولي لتحريك هذا الملف تفاديا للهزائم الآتية عبدالله اليوسفي الإخبارية السورية تواصل قوات النظام السعودي مداهماتها اليومية وهجماتها العسكرية على بلدات محافظة القطيف شرق السعودية وذلك بهدف وقف الاحتجاجات المطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية الزميل رامي موسى والتفاصيل يطرح مقتل خمسة أشخاص على الأقل في بلدة العوامية بالقطيف وبدء قوات النظام السعودي عملية جديدة ضد المحتاجين في المنطقة أسئلة عديدة عما تعانيه هذه المنطقة من قمع وانتهاك لحقوق الإنسان على وقع تغاضي الكثير من وسائل الإعلام الغربية والمحافل الحقوقيات الدولية عن هذه الانتهاكات من قبل سلطات النظام السعودي إلا أن ما طفى على السطح يكفي لإثبات ذلك القطيف التي تحتضن العديد من أبار النفط والغاز تأن تحت الفقر والحرمان والإهمال المتعمد في وقت قدمت فيه مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين خلال الحراك الشعبي السلمي الهدف إلى تحسين الوضع الإنساني وحفظ كرامة أهالي المنطقة أسوة بغيرها من المواطنين لا تعترف سلطات النظام السعودي بهذه الانتهاكات وعوضا عن ذلك تقوم بفبركة التهم للضحايا وإخفاء الحقائق لتستمر في تنفيذ أجنداتها الأمنية والسياسية في التعامل مع أحداث القطيف وتستعين في ذلك بتسخير وسائل الإعلام الرسمية وأجهزتها الأمنية في أشان الدولي قتل جنديان تركيان في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد ونقلت رويترز عن مصادر أمنية تركية لم تكشف هويتها قولها أن عبوة ناسفة زراعها مسلحون من حزب العمال الكردستاني تفجرت لدى مرور عربة عسكرية تركية ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين هذا وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عذب الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق تركيا والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الأعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى دعمه الأرهاب في المنطقة وخاصة في سوريا أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن استكمال انسحاب آخر دفعة من طائرات الاستطلاع الألمانية تورنيدو من قاعدة إنجليكا التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى ألمانيا وذلك بعد أشهر من توتر العلاقات بين بيرلين وأنقرة ومنع سلطات النظام التركي نوابا في البودنستاك من زيارة القوات الألمانية في القاعدة هذا ونقل موقع دوتشي فيلي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن خامس طائرات من طائرات تورنيدو وهي الأخيرة هبطت في مطار بوشل العسكري الألماني وأضاف المتحدث أنه من غير المتوقع أن يعاود طيار طائرات تورنيدو الألمانية القيام بطلعات استكشافية عفوا في إطار عمليات التحالف الأمريكي ضد تنظيم داعش الارهابي قبل تشرين الأول إلى العنوة الرئيس الأسد يؤكد في عيد الجيش للإنجازات تتوالى بفضل بطولات الجيش وتلاحم الشعب الأبي بتوجيه من الرئيس الأسد العماد أيوب يقوم بجولة لأحد القواعد الجوية في ريف السويدة وبعض الوحدات العاملة في ريف القنيطرة وكذا خستانة تنفي أي معلومات عن تغيير في موعد اجتماعي أسنى المقبل حول سنة ختام الساعة الأخيرة للإخبارية السورية في العاصمة دمشق التي وعدتكم بأن لا تغيب ذكرى شهدائنا وأن تبقى حاضرة دائما إلى اللقاء